اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه اشتركوا في القناة المجيدة بروح الوطنية الصادقة وبقيام التضحية والتضامن والوفاء من أجل حرية المغرب والاستقلاله وتاريخ المغرب حافل بهذه المواقف والأحداث الخالدة التي تشهد على التلاحم القوي من العرش والشاب في مواجهة السعب وهي نفس القيام والمبادئ ونفس الالتزام والتابعات الجماعية التي أبان عنها المغاربة اليوم خاصة في المرحلة الأولى من مواجهة وباء كوفيد 19 فقد تمكننا خلال هذه الفترة بفضل تضافر جهود الجميع من الحد من الانعكاسات صحية لهذه الأزمة ومن تخفيف آثارها الاقتصادية والاجتماعية وفي هذا الإطار قامت الدولة بتقديم الدعم لفئات واسعة من المواطنين وأطلقنا خطة طموحة وغير مسبوقة لإنعاش الاقتصاد ومشروعا كبيرا لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة وإننا نؤكد على ضرورة تنزيل هذه المشاريع للوجه المطلوب وفي الآجال المحددة شابية العزيز إننا لم نكسبات المعركة ضد هذا الوباء رغم الجهود المبذولة إنها فتت صعبة وغير مسبوقة بالنسبة لجميع صحيح أنه كان يضرب من المثل في احترام التدابير الوقائية التي اتخذناها وفي النتائج الحسنة التي حققناها خلال فترة الحج الصحي وهو ما جعلنا نعتز بما قمنا به وخاصة من حيث انخفاض عدد الوفيات وقلة نسبة المصابين مقارنة بالعديد من الدول ولكن مع الأسف لاحظنا مع رفع الحج الصحي أن عدد المصابين تضاعف بشكل غير منطقي لأسباب عديدة فهناك من يدائي بأن هذا الوباء غير موجود وهناك من يعتقد بأن رفع الحج الصحي يعني انتهاء المرض هناك أدد من الناس يتعاملون مع الوضع وبنوع من التهاون والتراخي غير المقبول وهناك يجب التأكيد على أن هذا المرض موجود ومن يقول أكس ذلك فهو لا يضر بنفسه فقط وإنما يضر أيضا بعائلته وبالآخرين ويجب التنبيه أيضا على أن بعض المرضى لا تذر علم الأراض إلا بعد عشرة أيام وأكثر إضافة إلى أن العديد من المصابين هم بدون عراض وهما يضاعف من خطر انتشار العدوى ويتطلب الاحتياط أكثر فهذا المرض لا يفرق بين السقان المدن والقرى ولا بين الأطفال والشباب والمسنين والواقع أن نسبة قبيرة من الناس لا يحترمون التدابير الصحية الوقائية التي تخذتها السلطات الأممية كاستعمال كمامات واحترام التباعد الاجتماعي واستعمال وسائل نضعف والتعقيم ولو كانت وسائل الوقاية غير موجودة في الأسواق أو غالية الثمن قد يمكن تفاهم هذه التصرفات ولكن الدولة حرست على توفير هذه المواد بكثرة وبأثمان جد معقولة كما أن الدولة قامت بدعم ثمن الكمامات وشجأت تصنيعها بالمغرب لتكون في متناول جميع بل إن الأمر هنا يتعلق بسلوك غير وطني ولا تضامني لأن الوطنية تقتضي أولا الحرص على صحة وسلامة الآخرين ولأن التضامن لا يعني الدعم المادي فقط وإنما هو قبل كل شيء لالتزام بعد منشة العدوى بين الناس كما أن هذا السلوك يسير ضد جهود الدولة التي تمكنت والحمد لله من دعم العديد من الأسر التي فقدت مصدر رزقها إلا أن هذا الدعم ليمكن أن يدوم إلى ما نهاية لأن الدولة عطت أكثر مما لديها من وسائل وإنقانات شابية العزيز وبموازنة مع تخفيف الحج الصحي تم اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية قصد الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الوباء إلا أننا تفاجعنا من تزايد عدد الإصابات فتضهون الوضع الصحي الذي وصلنا إليه اليوم مؤسف ولا يبعث على التفاؤل ومن يقول لك شابية العزيز غير هذه الحقيقة فهو كاذب فبعد عرف الحج الصحي تضاعف أكثر من ثلاث مرات عدد الإصابات المؤكدة والحالات الخطيرة وعدد الوفيات في وقت وجيز مقارنة بفترة الحج كما أن معدل الإصابات ضمن العاملين في القطع الطبي ارتفع من إصابة واحدة كل يوم خلال فترة الحج الصحي ليصل مؤخرا إلى عشر إصابات وإذا استمرت هذه الأعداد في الارتفاع فإن اللجنة الإلمية المختصة بوباء كوفيد-19 قد توصي بإعادة الحج الصحي بل وزيادة جديدة وإذا ذأت ضرورة لاتخاذ هذا القرار لإصاب لا قدر الله فإن انعكاساته ستكون قاسية على حياة المواطنين وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبدون الاتزام الصارم والمسؤول بالتدابير الصحية سيرتفع عدد المصابين والوفيات وستشبح المشتفيات غير قادرة على تحمل هذا الوباء مهما كانت جهود السلطات الأممية وقطاع الصحة ولموازاة مع الأجراءات المتخذة من طرف السلطات الأممية أدعو كل القوى الوطنية للتعبئة واليقظة والانخراط في المجهود الوطني في مجال التعوية والتحسيس وتأثير المجتمع للتصدي لهذا الوباء وهنا أود التنبيه إلا أنه بدون سلوك وطني مثالي ومسؤول من طرف الجميع لا يمكن الخروج من هذا الوضع ولا رفع تحدي محاربة هذا الوباء شابي العزيز إن خطاب لك اليوم لا يعني المؤاخدة أو العتاب وإنما هي طريقة مباشرة للتأبير لك عن تخوفي من استمرار ارتفاع الإصابات والوفيات لا قدر الله والرجوع إلى الحج الصحي والشامل بآثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية وإننا اليوم نحن ندخل ذكرى ثورة الملك والشاب أننا نخلي ذكرى ثورة الملك والشاب أكثر حاجة لاجتحضار قيم التضحية والتضامن والوفاء التي يميزها لتجاوز هذا الظرف والسعب وإني واثق ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر